اشتركوا في القناة اكبر الله اكبر الله اكبر ايام معدودات رحلت وقد حملت في جعبتها جهود اشهر طوال ابواب فتحت للقاصي والداني فالمملكة العربية السعودية لم تتوانى قط في استقبال حجاج بيت الله الحرام بكل رحابة وحفاوة وبتنظيم ابهر العالم اجمع خدمات عديدة قدمت للحجيج وفي جميع المجالات لاسيما الانسانية التي كانت احدى معالم حج هذا العام فالصور كانت ابلغ من الكلام نتقدم الى القيادة الرشيدة في مملكة العربية السعودية وعلى رأسها جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرامين فكانت الخدمات على اعلى مستوى من تنظيم ومن بشاشة فرسالة شكر لكل الجنود المرابطين في المملكة العربية في موسم الحج والذين قاموا على خدمة عجاج بيت العرب فرسالة شكر من مواطن بحريني الى المملكة العربية السعودية الحمد لله هسنة الحج كان ميسر ومن الكلام اللي سماعته هني ظنيت ان الحج شي مستحيل لكن يوم رحت وشف جهودات اللي قدموها لنا كان الحج شي ميسر الحمد لله شي طيب وهنا الحكومة السعودية والشعب السعودي على يومه الموطني وان شاء الله ايومهم كلها فراح وسعاد ان شاء الله اول ما نزلنا المطار بعد ما وصلنا الى المدينة المنورة الى دخلنا على مكة المكرمة الاجراءات كانت واجد سلسة وسهلة وفي مساعدات كثيرة من جهات الامن السعودية خاصة بالنسبة الى انها كحجاج بحرينيين واهني المملكة العربية السعودية باليوم الوطني المجيد وبالتوفيق له قادم الحرمين الشريفين ما قصر عسى عمره طويل ان شاء الله وحافظ السعودية على الشي اللي شفناه شي مطهر يعني شي ما لا حدود يعني لكن الحمد لله رب العالمين شناح شي ما هو نقول لك طفي بحر خادم الحرمين الشريفين وجنوده في هذا المكان الطاهر قطعوا الطريق على كل مشكك بل وعلى كل متربص يمن النفس بفشل هذا الموسم أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نجاح موسم الحج لسنة 1438 هجرية 2017 ميلادية فربي بارك لهم في جهودهم ونهن أيضا خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني السعودي كانت الإجراءات جدا ميسرة من قبل الحكومة السعودية قارة بالأعوام السابقة فيه تطور كبير ومن اللحظة اللي يوصل فيها الحاج إلى المطار كانت الإجراءات جدا سهلة في الجوازات ما تأخرنا أبدا في أخذ البصمات وتصوير بصمة العين وإلى آخر من الإجراءات وبهذه المناسبة انهني الشعب السعودي الشقيق بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المملكة العربية السعودية وكل عام همات بخير معززين ومكرمين على طول في هذا يعني ما واحد يقدر يشكي منهم أي حال المملكة العربية السعودية مكرمين إذا قلنا من البحرين حتى واني أبغي أدخل ما قلنا 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 من البحرين ولازم أصلي في الحرم وتدخلني قلنا 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 البحرين إحنا والبحرين كلش أخوان وهالشي كله قلنا تفضلي تفضلي على طول يعني محترمين معززز مجرد كلمة البحرين يحترمونها على طول محطة مليئة بالعمل الدؤوب قد مضت وما نعيشه اليوم من ذكرى عزيزة علينا ليست إلا تتويجا لتلك الأيام وما فيها موسم جاء مكللا بالنجاح والفلاح مساع سخرت لخدمة طلائع ضيوف الرحمن من كل مكان بكل تفان وإتقان فالمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين لم يألوا جهدا أبدا في خدمة الإسلام والمسلمين لتلفزيون البحرين صالح يوص